وقبل ذلك حضر مستشار الأمن القومية في البيت الأبيض جيك سلوفان مسؤولي النظام الإيراني من أنه إذا هاجمت الفصائل المولية لطهران في المنطقة القواعد الأمريكية مرة أخرى فأن الجيش الأمريكي سيهاجم مواقعهم وقال سلوفان أن واشنطن أوصلت رسائل إلى طهران مفادها بأن الرد الأمريكي سيكون سريعا وقويا على أي هجوم تتعرض له القوات الأمريكية العاملة في العراق والسورية والمنطقة برمتها ومشددا على أن الأمريكيين يقضون بسبب تزايد الهجمات ضد القواعد العسكرية ولفتن إلى أن واشنطن لديها مؤشرات على اتساع الصراع الدائر حاليا شكرا